تلبيس الشيطان على المتجبرين على ضعفة النساء نعم هذا من تلبيس الشيطان العلاقة يا جماعة بالنسبة للعلاقة بين الزوجين علاقة عامة وعلاقة حقوقية أنا أعايز الكل يركز معي جدا علاقة عامة يشهد الله أني أقول هذه الحلقة للأجيال 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 في محاولة لمعالجة هذا الوبش الموجود في مجتمعنا ووالله لا أنتصر لشيء أبدا على الإطلاق بل هي لله خالصة ومن أراد أن يعود إلى صدق كلامي فليرجع إلى ما قلته قبل ذلك في حلقات من سنة واثنين وثلاثة في قناة الرحمة وفي غيرها خلصته الإسلام قرر العلاقة بين الزوجين اللي العلاقة العامة وهذه مثلة في كتاب الله جل وعلا في إيه؟ في السكن والمودة والرحمة العلاقة العامة في السكن والمودة والرحمة ولذلك فإن عنوان العلاقة السكن المودة الرحمة عنوان العلاقة الزوجية سكن مودة رحمة لقول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها الشاهده هو؟ لتسكنوا إليها وبعد كده وجعل بينكم مودة ورحمة يعني حب ورحمة يبقى سكن ومودة لها الحب والرحمة دي الأصل في العلاقة العامة عنوان العلاقة العامة بين الزوجين أنا عايز نركز مع بعض جدا يا جماعة أما العلاقة الحقوقية اللي فيها بقى الأفهام الخاطئة وللأسف بعض بعض الناس اللي بتتكلم في الدين سواء على منصات التواصل أو في بعض الفضائيات أو حتى في بعض الكتب أو ما شابه ذلك للأسف للأسف متأثرة بالموروث الاجتماعي فتظنوا أنه هو الدين فما تيجي ترجع لفتوى تجدها يعني تضحك علينا القاصي والداني خلصتوا يا جماعة العلاقة الحقوقية بين الزوجين العلاقة الحقوقية بعد العلاقة العامة لأننا ذكرتها دي ماثلة في كتاب الله جل وعلا في ايه مختصرة جدا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ايه واضحة قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في حقوق نعم فيه واجبات كذلك الزوج في حقوق نعم فيه واجبات ركزوا معي جدا وحن يقول لي وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة اه في البقرة مئتين تمانية وعشرين ولي نعمل فيه ايه اقولوا تعالوا معي جدا العلاقة الحقوقية بين الاثنين كما ذكرت انما حتت وللرجال عليهن درجة يعني ايه اللي هي القوامة اللي هي القوامة القوامة دي معناها ايه هل معناها التعالي التجبر التكبر التألو الاذلال لها الاصدراء لها الذل لها لا أبدا على الإطلاق أبدا على الإطلاق شوف يا جماعة القوامة المقصود منها أن الرجل هو المبادر لإقامة الحياة الزوجية هو المبادر هو اللي بروح يخطب ومعروف أن الأمر يبدأ بالخطبة والخطبة هي وعد بزواج لا تترتب عليها آثار شرعي خلي بلكم عائل هي وعد بزواج يبقى الرجل هو المبادر لإقامة الحياة الزوجية كما أنه القائم عليها خلاص تم العقد إلى آخر ذنه انتهى بقى هذا زوج وهذه زوجة في حقوق وفي واجبات يبقى هو القائم عليها بتوفر إيه بتوفر المسكن والنفقة والحماية المسكن والنفقة والحماية دي القوامة القوامة يعني هو اللي بادر بإقامة الحياة الزوجية وبعدين هو بما أنه هو الرجل عليه الحماية وعليه المسكن وعليه النفقة وليس الخضوع أو التعظيم المبالغ فيه له أو الإزلال لها أو الإهانة لها أو أن هي صارت شيئة ده امتلكها لا لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمر جالية في إيه؟ النساء شقائق الرجال صدق رسول الله النساء شقائق الرجال ما تجيش تقولي يا عمي الراجل ما بتعيبش إنما ده ست اسمها مارة أستغفى لعظيم لفظا اسمها كذا لا آه وبعدين الغبي اللي بيقول هذا الغبي الغبي اللي بيقول هذا يجب ما يجي يقول إيه؟ ده مارة الأخ ما تعواتش أب ما تعواتش كيد ما تعواتش إنما المرأة تجيب ألف مرأة إيه ده؟ ده لفظه والله لا يقال والعياذ بالله من من ناس من اللي هم اللي احنا بيقوله من قاع المجتمع اللي بسموهم الوطين أبدا أبدا ليه؟ لا 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 يتعوض ولا لا يتعوض بإذن الله لكن إنقدر الله أمرا يا شري خلي بالكم معي جدا إما يجي يقولك أرصدي مارة لا خلي بالك انت ما بتقول الكلمة دي بتتفف وش نفسك لأن المرأة دي هي أمك أمك امرأة اللي انت بتقول عليها دي هي أختك ما أختك امرأة الله عمتك هي امرأة خالتك هي امرأة بنتك إما هيجي لك بنت وتشوف وتفهم بنتك يبقى أنت قاعد تتفف وش نفسك إما قاعد تصدري المرأة انت بتصدري أمك بتصدري أختك بتصدري بنتك بتصدري خالتك بتصدري عمتك إنما الإنسان المحترم يقول الشرع رافع من قدر المرأة النساء شقائق الرجال أيضا من قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ده حقوق واجبات وبعدين المرأة ليست زي ما بقوله محتاجة إلى ظل رجل لا ده محتاجة إلى رجل حقيقي وفي نفس الوقت إن كت محتاجة إلى ظل رجل مش محتاجة إلى ذل رجل مش محتاجة إلى ذل رجل مش عشان ربنا خالق ذكر تذله مش عشان المجتمع اللي فيه ظلم وحتى ما احترم يعني البعض يكون واقع في مثل هذه الأمور إن جت استفتيح ما هو لابد هيكون مع الهوى بتاع المجتمع والمجتمع مع هوى الظالم في هذا الباب يعني إيه مثلا لو جان الواحد حتى لو اشتغل في الدين اشتغل في الدعوة وكان عنده حرمان يتربى على فقر وضغذة اليد ما صدق جات في إيده أموال أو كتعرف بقى عنده سعار السعار لا يكون على المال فقط بقى على مثل هذه الأمور طيب إن ما يبدأ معترمي يعني يوجد لنفسه مبررات إن ما ييجي مثلا يقولك أقلب أقلب يبقى في الحالة دي تجد بقى ياخد بالموروث الاجتماعي ويظلم ويقهر وفي النهاية ده مرة ده إلى آخر هذه الأمور والله يا جماعة أنا في مرة بصلح بين ناس لقيت واحد بقول لي يعني أبوها صلو زعلني قلت له يعني إيه يعني قال مش كيفاء إنني اللي أنا بنته أنا أنا عندنا يعني لغة عرفية عند المصرين في المجتمعات اللي شوية أنا اللي يا المجتمعات اللي شوية أنا أنا أنيها يعني أنا آسف بتطلق على المواشي المواحد يربي جموسة أو يربي غنب أو كلام دي غير المواش كبان فيه بالنسبة ليه إيه الإنعم عن بتا إيه النعم عن بتا يقال عنه أناها يعني بربيها فهو هنا بيساوي الزوجة الإنسان اللي جاي من بيت لمواغز بالجموسة وبالنعجة وبالحمارة إلى آخر هذه الأمور وإن أرخلت الحمارة مع النعم وإن مش من النعم خلي بالكم معاية جدا أي حق بيعتبر الحمارة يقول لك أنا آنيها يعني خلتها دي يعني يعني أنا بأكلها له وبشربها له يعني إنت رفعت عن والدها عب إنك بتأكلها وتشربها تما الكلب بيأكل ويشرب والحمار بيأكل ويشرب ده إنت تبقى وطي أو يرخص أو لما تقول مثل هذا الكلام على الزوجة اللي تبقى أم أولادك اللي كرنتك مسكته طبعا مسحتيبه الأرض بس سبحان الله الموروث الاجتماعي في رؤوس الكثيرين ما بقولش في رؤوس الكل في رؤوس الكثيرين